مرحبا السلام عليكم البنات كده يلين لبس عليكم من تمنسكم باخر وعلى خير وفزحة جيدة ان شاء الله ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الوقات ان شاء الله اليوم اجبت لكم حرشات تدخلوا الفران يجبوني بزوجة كثيرة وهم حرشات بالفيرميسيل انا قدرتون بالفيرميسيل ولكن انتم لا تنسموهم بأي حاجة لا تنسموهم بجنجلان بحب التحلوة والنافع هم يجبوني بزوجة ويجبوني بالفيرميسيل انا شخصيا يعجبوني بالفيرميسيل نبدأوا المقادير على بركتي الله لدينا 500 قران سميدة الرقيقة فيها قبيصة صغيرة لدينا خمارة بيضة خمارة 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 من المسكين من الملسكين من الملسكين من الملسكين ولكن سنخلطه فشخصنا سنزيده على بركة الله سنبدعه اول حاجة نضيف الزيت بسم الله البنات من بعد ما تلبست لينا سميدة كاملها نضيف الزيت وحسينا بالليد خلات كاملة في جميع حبيبات السميدة نبدأ نخلطه من نواشي نضيف السميدة وضعن نضيف البنات من فنطومة وحدة بيضة نضيف 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 اشتركوا في القناة 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 نضيف السميدة و نضيفه في الصينية اللي تكون مدهونة و هما اصلا غيكي تحطوا فوق الصينية كي تشكلوا بوحديتهم و غادي نسامر حتى نسالي الخالد اشتركوا في القناة سلام بنا رجلت لكم من بعد ما طابوا الحريشات قدرتهم على نار بلا حتى طابوا و هناك غزالين لدينا البنات هنا اقسم لكم وحيدة تشوفوا الاختشي من الداخل يجي اضافة الفيرنسية و الغزال و ممكن البنات كاس ديال الحليب تعاوضوا كاس ديال ليمون حتى يجي مدهك في الغزال و الغزال نتمنى انهم يعجبوكم و تجربوه و تردوا عليكم القوانترات و نتمنى نكون عند حسن بطن ديالكم و بسلام عليكم و شكرا بزاف 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 على المتابعة ديالكم نتمنى انكم تزيدوا تشجعوني و شكرا لكم بزاف بسلامة اشتركوا في القناة